الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزل بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية أخذ القلم في المنام ما تنسونش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير رؤية الفتاة العزبة أنها تقوم بأخذ القلم علامة على خطبتها القريبة أو التقاؤها مع رجل هم للغاية خلال تلك الفترة من رأت في منامها أنها تأخذ القلم علامة على النجاحات التي تحصل في حياتها بشكل كبير خلال هذه الأيام رؤية أخذ القلم في منام الفتاة العزباء والكتاب علامة على الحصول على الكثير من الأموال والرزق الواسع لها خلال تلك الفترة والله أعلم رؤية الشخص أنه أخذ القلم في المنام علامة على المشروعات الكبيرة التي يدخل فيها صاحب الرؤية بشكل كبير خلال هذه الأيام هدية القلم في المنام علامة على الصفات الجيدة للغاية التي توجد في حياة صاحب الرؤية خلال تلك الفترة من يرى في حلمه أخذ هدية قلم علامة على عزة النفس والكرامة القلم هدية في المنام علامة على الصفاء وعزة النفس التي يتمتع بها صاحب الرؤية بشكل كبير خلال تلك الفترة رؤية إعطاء القلم هدية في الحلم علامة على الكبرياء التي يتصف بها صاحب الرؤية بشكل كبير خلال هذه الفترة أخذ هدية قلم في المنام علامة على الأشياء الجيدة التي تحدث في حياته بشكل كبير خلال هذه الأيام والله أعلم صرقة القلم في المنام علامة على الأخبار السيئة التي تأتي لصاحب الرؤية خلال هذه الفترة حلم الشخص أن القلم قد سرق علامة على قلة الخيرات في حياة صاحب الرؤية بشكل كبير خلال هذه الأيام من يرى في منامه صرقة القلم دليل على الأزمات التي يمر بها صاحب الرؤية بشكل كبير خلال هذه الفترة رؤية صرقة القلم في الحلم يشير إلى تلقي خبر محزن للغاية أو حدوث شيئا غير جيد في حياة صاحب الرؤية تلك الفترة والله عز وجل أعلى وأعلم من يرى في حلمه البراية للقلم بيبري الألم يعني الألم الرصاص زمان إحنا كنا بنبري كده في بتاع اسمها مش فاكر اسمها تحطها كده في وتبريه مش عارف لسه موجودة دلوقتي ولا هي دي بقى براية القلم الرصاص في المنام علامة على الأعمال الشقة التي توجد في حياة صاحب الرؤية خلال تلك الأيام أي صاحب تكرت كان اسمها براية ولا براية مش فاكر يعني مش عارف موجودة دلوقتي لسه دلوقتي بينزي الإعلام كده بسن ما بتتبريش يعني من يرى في حلمه البراية دليل على الأخلاق العالية لصاحب الرؤية والتمتع بالصحة والله عز وجل أعلى وأعلم حلم الشخص براية القلم دليل على الرزق الواسع القادم لصاحب الرؤية خلال الأيام المقبلة رؤية براية القلم في المنام الرجل علامة على وظيفة كبيرة يحصل عليها صاحب الرؤية أو ترقية في العمل والله عز وجل أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم ولا تنسوا أيضا قراءة سورة الملك كل يوم ليلا فإنها المانعة والمنجية بإذن الله عز وجل من عذاب الله في القبر ولا تنسوا قراءة كل يوم وردا من كتاب رب العالمين يكفي أن ختمة القرآن يا أخواننا ثلاثة مليون حسنة والجزء الواحد مئة ألف حسنة الجزء الواحد قراءته بتساوي بفضل الله مئة ألف حسنة تخيل والصفحتين بس أصد بعد كده خمس تلاف حسنة والله يضاعف لمن يشاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته